السلام عليكم متابعي قناة بريد والكنترول الصناعي حياكم الله جميعا إنما كنتم وتحياتي لكم إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول موضوع تست أصيد ديال الزيت ديال الكمبرسور يعني غالي نشوفوا الزيت وشفيها الأصيد أو لا إذن سنحاول أن نقوم باختبار للزيت الضاغط هل هي حمضية أو لا هل فيها نسبة للحموضة كثيرا أو لا لمعرفة هذا يجب استعمال منتوج خاص لهذا الغرض يتم من خلاله معرفة هل في الزيت تكون الحمض الحمض ناتج عن عمل الضاغط أو احتراقه يعني الجهة الكهربائية يمكن أن تنتج أحماض في حالة احتراقه أو اشتغاله بطريقة غير مرتاحة وكذلك يمكن بعض الأحيان بدخول الهواء إلى المنظومة سينتج عنه حمض في المنظومة إذن سنقوم أولا بإخراج كمية قليلة من الزيت وهذه الكمية هي كمية التي ستعادل ملء هذه القرورة إلى الأعلى يعني إلى هذا المكان إذا امتلأت إلى هذا المكان يكفي لاحظوا معي هنا يتم ملء الزيت إلى فال لين يعني إلى هنا سنقوم بإخراج كمية قليلة من الزيت ليس كثيرا لأن لن نضيف الزيت في حالة كانت الزيت جيدة لن نضيف الزيت في هذا الضغط لذلك يجب إخراج كمية قليلة من الزيت عزل الضغط إخراج أولا جمع الفريون من المنظومة يعني أولا يمكن لنا إغلاق هذا الصمام السائل جمع الغاز بعد ذلك نقوم بإغلاق خط الدفع إذا ارتفع الضغط هنا كذلك سنقوم بإشتغال الضغط لدفع الغاز إلى الكندنسور بعد ذلك عزل الضغط من جهتين أفضل يعني حتى من خط الدفع وإخراج كمية قليلة من الزيت من هنا لفقط إملاء هذا الفراغ الذي يوجد عندنا هنا بعد ملء الفراغ من الزيت سنقوم بتخليط القرورة 15 ثانية تقريبا بعد ذلك نتركها لـ 15 ثانية ونرى لون هذه المادة هل يتغير أو لا راحضوا هنا سنجد في نفس اللمبلاج هنا سيتغير الزيت إلى لونين إما لون الوسط الدال على أنه يوجد الحمض ولكن بنسبة قليلة وإذا تحول إلى لون أصفر يعني يوجد حمض كثير في الزيت يجب تغيره أما إذا بقي في نفس اللون لون الأعلى هنا دال على أن الزيت جيدة ولا يحتوي على أي حمض إذا سنقوم بالعملية إذا قمت بملح هذه الأسطوانة إلى الأعلى من الزيت يعني زيادة قليل من الزيت ثم قمت بإخراجها من الكارتير وبتحريكها 15 ثانية لاحظت أن الزيت لم تتغير لولوها بل فقط تغيرت قليلا لكن بقت لكن بقت على نولها الأصلي تقريبا إذن نقول هنا أن هذا الداغط أو هذه المنظمة جيدة لا تحتوي على أحمض أو أصيد في هذه الحالة لن نضيفها الزيت وكذلك لن نقوم بتغير الزيت هذه فقط لمعرفة هل الزيت في حالة جيدة أو لا نقوم بها بعض الأحيان لتأكد من الزيت هل هي جيدة أو لا لا نقول أن الزيت متسخة هي حمضية بل اتساخ الزيت شيء آخر واحتواء الزيت على الحمض شيء آخر مختلف عن الأول أتمنى أن يجيبكم هذا الفيديو تحياتي لكم وأتمنى أن تقوموا معنا باشتراك في القناة وكذلك متابعتها وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله